اشتركوا في القناة وكذلك الدكرة التاسعة والستين لطورة الملك والشعب وهي مناسبة لنؤكد فيها الانخراج الكامل للحكومة من أجل تفعيل توجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين بكل حزب ومسؤولية وأهيب بكم سيدته السادة الوزراء إلى التعبئة والتجند كل حسب موقعه ومسؤوليته من أجل التفعيل السليم لتوجيهات صاحب جلالة وإلى التسلح بتقافة التفاؤل والطموح الإيرادي كما دعا لذلك صاحب جلالة من أجل المساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة ونستهل بالقضية الوطنية الأولى حيث تنوه الحكومة بالمكتسبات التي حققتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك إنصافا للموقف العادل والشرعي للملكة بخصوص مغربية الصحار ونشيد بالمواقف الحاسمة لجلالة الملك اتجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للملكة كما ننوه داخل الحكومة بتماسك الجهة الداخلية وندعو إلى مواصلة التعبئة الشاملة ورص الصفوف للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للملكة كما نشيد بحرص جلالته على النهوض بوضعية المرأة وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكان التي تستحقها فبعد أن شكل إقراء مدونة الأسرة سنة 2004 منعطفا تاريخيا بامتياز وتورى اجتماعية هادئة وقع عليها الإجماع من لدن كل أطياف المجتمع أبرز تفعيل مضامنها بعد أوجه القصور مما يستوجب تجويدها والارتقاء بمقتضايتها في سياق العناية بالأسرة عموما وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمين المؤمنين التزاما بمقاصد الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المعتدل وتفاعلا مع توجيها جلد مليك ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس بش يوصلكم جديد لسات تيفي